من الناحية التانية سارة سمير قالت في المؤتمر الصحفي اللي اتعامل لها اول مواصلة انها سعيدة بالتتويج بالمديلية الفضية وعلقت على بوكاها لان الناس كتير شافتها هي بتبكي قالت كنت ببكي بسبب الرغبة في ان انا حقق المديلية الزهبية واللي شايفينه شيء بصراحة حساس قوي يعني كانت عايزة تمثل مصرف احسن الصور وهي اساسا عملت كده مش بتقول مش عشان الزهبية لكن كمان انها يعني مش بتهتم طول الوقت بالسوشيال ميديا والناس يقولوا ايه لا هي كانت عايزة تحقق لمصر حاجة حلوة عندنا الصورة بتاعت سارة سمير ووالدتها انا شفتها مبارح يا جماعة يا سلام عليكم ما باحلم بحاجة لقيها على الشاشة على طول طبعا الام وفرحة الام اللي تعبت عشان تربي وتهتم بيها وتسندها صورة يعني بصراحة فيها يعني هي دي الست المصرية اللي بتطلع ابطال وبتقف جنبهم وتبقى في ظهرها الام في كل المحافل مشرفانا طبعا الامهات اللي بتعبوا مع ابطالنا مفيش ابطال من غير ما بيطلعوا من اسرة مسانداهم اسرة دعماهم ام بتقوم من صلاة الفجر تدعي وتأكل وتغزي وتشرب وتعمل علشان ابطالنا يتفرغوا للمطلات اللي بتشرفنا في المحافل الدولية حاجة جميلة ومشرفة يا ايمان طبعا جميل والاوتوبيس المكشوف ده الصورة من فوق الاوتوبيسات المكشوفة اللي كانت موجودة وبصوا فرحة الناس وفرحة الجماهير الام المصرية يا جماعة ست بمية ست انا ما بحبش ان تبقى وحدة القياس راجل لانه في الاخر ست المصرية عندها عزيمة وعندها ارادة صار سامير وغيرها من زميلها تعبوا جدا وما التفتتش ابدا للانتقادات اللي تم توجيهها للبعثة عمال على بطال بشكلها دام جدا على السوشال ميديا هي قالت ان هي كان قدامها هدف وانها سعيدة جدا بدعوات الشعب المصري وسعيدة بدعمهم ليها وقالت ان اكتر الدعمين ليها هي امها ست جميلة اللي احنا لسه شايفينها معاها حالا وان دايما دعوتها معاها في مسارتها وكمان عايزة اقولكو حاجة يمكن صارة بعد ما الاحتفال خلص كان لها كلمة مهمة قوي قالتها وكانت زعلانة من الناس اللي انتقدت زملائها قالت يا جماعة انتوا انتقدتوهم وكنتوا قاسين عليهم قوي وتنمرتوا عليهم وانتوا ما تعرفوش هم عشان يوصلوا اصلا ان هم يمثلوا مصر في اولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين مروا بايه ببطولات قرية وبطولات دولية وتعب وسهر وتحدي واخفاق مرة وتنجح مرة وسهر وتمرين كتير واسلوب حياة صعب عشان تقدر توصل اصلا للنقطة دي فانتوا بتقسوا عليهم ليه وبتتنمروا عليهم ليه يكفيهم شرفوا يكفيهم فخر ان هم قدروا يوصلوا للمرحلة دي فكفاية اسوأ على الناس ولازم تشجعوهم عشان يقدروا يكملوا مسيرتهم وما تبقوش انتوا سبب في ان هم يوقفوا بطولاتهم ويوقفوا مسيرتهم لحد كده ترجمة نانسي قنقر